من المؤكد زي ما قلت انه يعني كاس العرب بالاسرار على اقامتها بهذا الشكل التنظيمي البديع وبالملاعب المؤهلة الان ناتبة ملاعب كاس العالم وفي مدينة عربية تضم 16 منتخب عربي ده شيء جميل يعني يخلينا نشير لفكرة التعايش بين الشعوب وان الرياضة رياضة اساسها الاخاء والمحبة والتنافس الشريف ياريت احنا كشعوب عربية ودول عربية نتعلم من الرياضة مش نصيب الرياضة بامراضنا يعني لغاية سنة فاتت ما كان يمكن لاحد ان يتخيل ان البطولة دي ممكن تلعاقد في قطر وبكل هذه الدولة العربية لان كان يعني في حالة خصومة ومقاصمة وقطيعة ويعني وقطيعة حتى موصلات يعني فيش ران مباشر فاذا بينا يعني خلاص ادركناهم ادركنا انه بعد كده لما نيجي نتخانق ونختلف احنا هنختلف ونتخانق وكل حاجة لان دي سياسة لا يجور ده على العلاقات بين الشعوب لا يجور ده على العلاقات بين المجتمعات العربية يعني ينفعش نختلف مع دولة او نكره دولة او تكرهنا دولة كعلاقات بين حكومة وحكومة فنخلي المواطنين ممنوعين يخشوا عندنا او احنا ممنوعين احنا ندقل او يروحوا عندهم الحقيقة مصر كانت حتى في ظل الازمة مع قطر كانت بتتصرف برقي شديد جدا يعني عمرها ما خدت اي موقف حاد تجاه موجود اي مواطن قطري سائح او يعمل هنا في مصر او يستثمر او العكس عمرها ما خدت اي موقف من مصري يعمل في الدوحة او يعني موجود هناك في قطر شايفين احنا احمد رفعت وبيتبدل مكان احد اللي عابين نسى نعرف مين اللي خرج بصفة فتحي خرج ونزل احمد رفعت احنا بنتكلم بقولك على الرياضة المفروض الرياضة التي تجمع الرياضة اللي تبقى فوق السياسة مش عايزين تسيس للرياضة ومش عايزين تسيس لكاس العرب دي يعني نفس الحكاية ما نحولهاش انها كانها حدث سياسي وزي ما قلتلك في بداية الحلقة والمباراة للشوت التاني بدأ يا جماعة ومصر على الجنب الايسر من الملعب وزي ما قلتلك في بداية الحلقة انه اساسا موافقة الفيفا على اقامة هذه البطولة انا رأي انه ده مشوب بالشك ومشوب بالطعو وانه ده ضد مبادئ الفيفا وانه ده شيء معيب من وجهة نظري البطولة جميلة والتواجد جميل والمحبة يا رب تبقى حاضرة ودائمة والتنافس يبقى شريف ويعف عن الصغائر والمنابزات والتنابزات لكن يظل ان بطولة لجنس بطولة للعرب ده مسألة في منطقة الخطورة وما ظنيش انه يصح انه نقبل بيها نقبل بيها في الفيفا انما بنعملها مع بعضين نعملها جامعة الدول العربية زي ما كنا بنعمل زمان كاس فلسطين منبسط احنا يعني انما ما ينفعش يبقى فيه جامع بالعرق بين أندية و بين منتخبات وانا بقولك نعمل بقى بطولة للهنود الحمر وبطولة للصمر وبطولة للشقر وتبقى الحكاية كده بتتقسب لون وجنس وعرق